اشتركوا في القناة شهر رمضان المبارك حيث تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المعظم معربين عن أسماء آيات التهاني والتبريكات لجلالته بهذا الشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يعيده على جلالته بمفور الصحة والسعادة والخير والبركات وعلى مملكة البحرين وهي تنعم تحت قيادة جلالته الحكيمة بمزيد من الرخاء والازدهار ورحب حضرته صاحب الجلالة حفظه الله ورعى بالجميع شاكرا لهم مشاعرهم الطيبة في هذه المناسبة الكريمة ودعا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والعافية والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرته سيدي حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة أهالي محافظة العاصمة يلقيها نيابة عنهم السيد ناصر محمد جميل لعريض بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي حضرة صاحب الجلالة يطيب لي بداية أن أرفع باسمي واسم أهالي محافظة العاصمة إلى مقام جلالتكم السامي أطيب التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما نتقدم إلى جلالتكم بأسماء آيات الشكر والعرفان على إتاحة هذه الفرصة لوجهاء وأهالي محافظة العاصمة للتشرف باللقاء جلالتكم في قصركم العامر إذ يأتي لقاءنا اليوم ونحن نعيش أياما مباركة نحتفل فيه باليوبيل الفضي لتولي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مقاليد الحكم لتواصل مملكة البحرين مسيرتها المجيدة في ظل قيادة جلالتكم بمزيد من الإنجازات والمكتسبات من أجل هذا الوطن الغالي وشعبه الوفي إن هذه الذكرة العزيزة على قلب كل بحريني لهي فرصة تاريخية يتوقف عندها أبناء وطننا الغالي ليستذكروا المحطات الفاصلة في تاريخ مملكة البحرين الحديث والتي صاغت تفاصيلها الرغبة الصادقة من لدن جلالتكم حفظكم الله نحو الإصلاح والتنمية والتطوير والتجديد كما إنها لحظات مهمة لتوثيق منجزات هذه المسيرة المباركة لتكون مرجعاً للأجيال القادمة للاطلاع على المكتسبات التي تحققت على قدر عزائي مهمة من المخلصين سيدي صاحب الجلالة لقد كان المبادرات جلالتكم الرائدة في مجال تعزيز وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش والتواصل دور بالغ الأهمية في إبراز القيم الحضارية والإنسانية التي عرف عنها أهل البحرين منذ الأزل وحتى يومنا الحاضر فقد أظهرت تلك المبادرات المتعددة من لدن جلالتكم للعالم قاطبة متى تأصل قيم التعايش والتعاخي في نفوس أبناء البحرين على اختلاف مشاربهم ونشرت رسالة مملكة البحرين الحضارية والإنسانية الداعية لتعزيز السلام والتقريب بين الشعوب على تعد ثقافاتهم ومحتقداتهم فهنيئا لنا بقائد حمل على عاتقه رسالة أهل البحرين للعالم كافة بأنها مملكة السلام والوئام وأن أرضها ملتقة لمختلف العراق والأديان والأجناص سيدي حضرة صاحب الجلالة تشهد محافظة العاصمة نقلات تنموية باهرة على كافة الأصعدة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها المشروح الإصلاحي لجلالاتكم حفظكم الله ورعاكم حيث عمل فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تحقيق رؤى وتطلعات جلالتكم نحو التطوير والتحديث والعلى أهم النقلات التنموية ما نعيشه من تطور مشهود على المستوى الحضري والعمراني فقد تشرف أهالي المحافظة منذ أشهر قليلة بافتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني الذي يوفر أكثر من ثلاثة ألاف خدمة إسكانية ستسهم في إيجاد حلول لأحد أهم الأولويات لأهالي المحافظة إضافة إلى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتشهيل مشروع تطوير شارع الفاتح والذي يمثل نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية بمحافظة العاصمة ويسهم في دعم النهضة العمرانية من خلال زيادة انسابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة حيث يربط المشروع بين عدداً من المناطق الحيوية والسياحية والاستثمارية في مملكة البحرين ولا يفوتنا يا صاحب الجلالة أن نشيد بالدور المجتمعي المميز الذي تقوم به محافظة العاصمة من خلال التواصل البناء مع كافة أهالي المحافظة والذي يأتي انسجاماً مع النهج الحكومي في الاقتراب من المواطنين لتلمس احتياجاتهم وتفقد أحوالهم إضافة إلى المبادرات الرائدة التي أطلقتها نحو الارتقاء بالإنسان وبيئته والعلم من أبرزها برنامج العاصمة محافظة صحية والذي تكاتف أبناء المحافظة العاصمة من أفراد ومؤسسات أهلية ورسمية نحو المساهمة في إنجاحه لما يحمله من أحداث إيجابية في تحسين نوعية حياة الناس من خلال تحقيق متطلبات التنمية المستدامة كما نود أن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بتوجيهات ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للمحافظات بهمية تعزيز نهج التواصل مع المواطنين والمقيمين والعمل على تلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأمر الذي أسهمه في تحقيق الحضور الفاعل للمحافظات في كافة المناسبات ودعم مستويات التعاون والتفاعل مع كافة فئات المجتمع وعزز من مبادئ الشراكة المجتمعية وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر وأن يديم عليكم منفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمبلكتنا العزيزة مؤكدين لجلالتكم أن أهالي محافظة العاصمة على أهد يتبادلونكم الحب والولاء والإخلاص والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم مع هذه القصيدة للشاعر محمد هادي الحلواجي السلام عليكم قواف عن ودادك لا تزل قواف عن ودادك لا تزل وأبيات بحبك لا تمل وحرف كلما غنيت شعرا بذكرك فاح منه شذا وفل وقافية لها في كل حرف بيان باسمكم في السمع يحلو وقافية لها في كل حرف بيان باسمكم في السمع يحلو فأنت سماؤها وهوا هواها وأنت لحرفها فرع وأصل إذا غنيتها انتظمت جمالا وبان لها على الأبيات فضل أراها في الخيال كطيف حلم جميل في سماء الشعر يحلو لها ألق يزيد بكم صفاء كعين عذبة لا تضمحلو وإيقاع له الدنيا أصاخت وليس يحدها جمع وحفل بك افتخرت وباسمكم تسامت وقل لها غداة الشعر مثل تطاولت الحروف بكم فخارا وطوق بحرها كرم ونبلو ولا عجب فتجربة القواف بحبك في المحاف لتستدل ولا عجب فتجربة القواف بحبك في المحاف لتستدل فأنطقها وقد نضحت ولاءا لكم ويزينها فكر وعقل وقد كسيت بخلعتكم فخارا فغادرها لدى الإنشاد مطلو أحاط بحرفها الرقراق جو من الإبداع صاغ رؤاه فحل فتن تلقاه يمتشق المعاني فيبرق من شبل كلمات صقلو إذا صعد المنصة ذات شعر تراه كأنه جبل يطلو وكالجرناس يقتنص القواف لأن الصيد بين يديه سهلو تطاول باسمكم شرفاً وفخراً وناغاً وناغاً نجم حرفاً منه جزلو وجاء مهنئاً بقدوم شهر له تهف القلوب وتستهلو به البركات والنفحات حلت وأشرق بالهدى جبل وسهل تقربنا إلى الرحمن زلفاً ويجمع شملنا لله حبل كأن الكون فيه يعيش عيداً من الإيمان للقرآن يتلو ويرفع في مآذنه دعاء ويملأ جوه فرض ونفلو أبا سلمان جئتك والقواف تسابقني إليك ولا تكلو أبا سلمان جئتك والقواف تسابقني إليك ولا تكلو تجودك جودكم في كل حين فيورق بالحروف الغر محلو ويزدهر القصيد بكم ربيعاً ويتبعه من الأبيات وابلو تشير إلى الذي بسناه ضاءت ربوع حفها خير وعدل وفي خمس وعشرين استقامت على الإنجاز ما برحت تدل وأشرقت السماحة في رباها وجمع أهلها الأبرار واصلوا وأشرقت المنامة في رباها وجمع أهلها الأبرار واصلوا هم أهل الوفاء لكل خير وهم أهل الكرامة حيث حلوا وهم عند الصعاب رجال حزم وعزم في الكريهة لا يفلوا وهم أهل السماحة أهل سلم وهم للطيب والإحسان أهلوا لقد طابت أرومتهم فطابت سجاياهم فهم للحق نصلوا هي البحرين بحر إبا وعز وبحر فاض منه ندا وبذل حماها الله من غير الليالي بظلك أيها الملك الأجل حماها الله من غير الليالي بظلك أيها الملك الأجل والسلام عليكم ورحمة الله ثم قدم أهل المحافظة هدية تذكارية إلى صاحب الجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر بارح عليكم الشهر الله يعيد عليكم إن شاء الله بالخير والعافية سنين خمس وعشرين عام مع بعض نبني وننجز مما يقولون لبنة فوق لبنة وإن شاء الله بعدها سنوات أكثر بناء البحرين ما يوقف وطموحها كبير وأمالها كذلك عريضة فأنتمنى لكم كل توفيق وإن شاء الله كل عام وانتم بخير كل مشكورين شكرا 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 في القيم النبيلة لديننا الحنيف وأشهد جلالته بعطاء أبناء محافظة العاصمة المتواصل وأسهاماتهم المشهودة والكبيرة في نهضة البحرين الحديثة وتاريخها العريق في كافة المجالات والقطاعات منوها بما يجمع أبناء البحرين من قيم التواصل والترابط وما يتميزون به من عادات وتقاليد أصيلة وبخاصة في هذه المناسبات الطيبة التي تعكس الوجه الحضاري للمملكة وأكد جلالته حفظه الله ورعا أن المملكة مستمرة في تبني البرامج وتوظيف كافة أجهزتها لخدمة المواطن الذي هو الهدف والغاية لجميع الخطط والاستراتيجيات وهو محور التنمية والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والرقي كما أكد جلالته أن مسيرتنا المباركة تمضي على درب التطور والإنجاز لمستقبل أكثر ازدهارا وريادة لوطننا العزيز من جانبهم أعرب أهل محافظة العاصمة عن خالص التهاني والتبركات وأطيب التمنيات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقالد الحكم وعظيم فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة وبما تحقق للمملكة وشعبها الوفي الكريم بفضل نهجه السديد من إنجازات حضارية وتنموية بارزة في مختلف المجالات والتي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة بين الأمم والشعوب المتقدمة كما ثمنوا ببالغ التقدير والامتنان توجيهات جلالته السامية لتنفيذ المشاريع التنموية والإسكانية والتطويرية الكبيرة في محافظة العاصمة وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة فخر واعتزاز أهالي المحافظة بتفضل جلالة الملك المعظم باستقبالهم جريا على عادة جلالته السنوية في لقاء أبناء شعبه في مختلف المناسبات في مشهد يعكس أجمل صور الترابط والتلاحم بين قائد المسيرة المباركة وأبناء الوطن وأكد معاليه أن اللقاء الميمون يأتي في أيام سعيدة يحتفل فيها شعب البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم إذ شهدت المسيرة المباركة بقيادة جلالته مكتسبات ومنجزات كبيرة ومتلاحقة على مختلف الأصعدة مشيرا إلى أن أهالي العاصمة يجدون في هذا اللقاء فرصة للتعبير عن الولاء ولتجديد البيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر